أنا فاكر على فاكرة حقولك حدثة يوسف شريف الله يرحمه وإنه إحنا زمل في جامعية الفيلم سنة 75 كنت أنا ابتدت بقى يعني أبقى مصور شوية مشهور فجي قال لي سعيد النادي السينما اللي عملناه ده عاوزك تيجي تقدم فيلم تقولوا أنا أقدم فيلم أنا بعرفش أقدم أفلام قال لي أنت بتقدم الأفلام في الجامعية هنا زي ما بتقدم هنا هتقدم في نادي السينما وده كان أول مرة في حياتي أقابلك وأقدم معك الفيلم سنة 75 قال لي أنت المصور الأول اللي بيطلع في البرنامج ده قلت له كويس المهم استمر بقى شغلي وأنا لا أعلم أن أنا بعمل شيء جديد لكن من اختيار الموضوعات يعني ألايا مثلا محمد ببتد يعمل الحريف مثلا يعمل فيلم الصقر يعمل فيلم كذا كله في الشوارع كله تدريد سموني مصور الشوارع وسموك الحريف لا أنا عملت فيلم الحريف وسموك الحريف أيضا في التصوير في التصوير عشان كان بعض الزملاء يسألوني أنت إزاي بتصور ده في الشارع لأن طبعا عندنا مشكلة كبيرة في الشارع تتمثل فيه؟ إحنا الشعب بيحب يظهر في الشوارع فإندي لما لما نبتدي نتصور في الشارع حيتلموا عليك لما كنت بيصور تسجيلي ما فيش مشكلة ما عايش ممثلين لكن معاك الممثلين هي دي الطامة الكبرى يعني فأعدت أفكر إيه اللي ممكن أعمله وأنا أخذ جزء من الحرية في الشغل في الشارع أعدت أفكر إذا إذا أنا اتفات مع الممثلين في ساعة معينة يطلعوا يمثلوا وأنا مش موجود معاهم بس أنا حابقا مستخب قريب لهم وابتدي أصور وفاجأ الجمهور أني أنا بصور في الشارع داية طبعا المشهد ما ياخدش مثلا ثواني المشهد اللي في الشوارع يعني فيبقى كده أنا حقدر أتغلب على هذه المشكلة في مشاكل أخرى طيب أنا صورت في أماكن عامة طبعا المكان هو في بشر حقيقي مش يعني أنا مش جايب كنبارس أنا جايب بعض الممثلين اللي حيشتغلوا زي مثلا في باب الحديد الخناق بين أحمد زاكي وبيعكسه الهام شهيل اللي جاي الأخوها في فيلم البريء بريء طيب نفس الأسلوب استبعتوا حتطلعوا في الساعة المفلانية أعملوا المشهد بتاعكم ملكوش دعوة أنا فين فأنا مستخبي برضو في عربية بس جاهز بقى يعني جاهز في فتحة العزسة بتاعتي في المسافات تحت إيدي الكاميرا جاهزة هي في نفس اللحظة اللي هما بيطلعوا أكون أنا بصور الكاميرا دايرة مش لسه هدورها لا أنا بدور الكاميرا وببقى داخل عليها وبشتغل ومصور ترجمة نانسي قنقروا في القناة